أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع العوالي في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة أخذ نسخة احتياطية عن الويندوز أو عن الهارد ديسك كاملاً هذه النسخة الاحتياطية سوف نقوم بتخبيئتها بمكان آخر إما بنفس الهارد أو على هارد آخر الطريقة التي سوف نتبعها اليوم عن طريق برنامج اسمه نورتونغوست اصدار إداعش أو الفيرجين إداعش طبعاً برنامج معروف هذا البرنامج يقوم بأخذ نسخة احتياطية إما فقط عن البرتشن سي أو القسم سي ووضع هذه النسخة الاحتياطية على الدي أو الدي أينما تريد وبالتالي أنت عندما يصبح لديك عطب في النظام أو عطل تستعيد هذه النسخة الاحتياطية فقط على السي أو بإمكانك أيضاً أخذ نسخة احتياطية عن كامل الهارد عن كامل الهارد ديسك سي دي اي اف كله بما حوى ووضع هذه النسخة الاحتياطية على هارد آخر طيب في البداية نحن سوف نقلع على برنامج نورتونغوست عن طريق سي دي هيرانز بوت أو عن طريق دي أل سي بوت وكما أعود وأذكر أن هذه البرامج جميعها تتوفر في الانترنت عن طريق البحث باسم البرنامج وبجانبه كلمة آيزو وبجانبه كلمة آيزو كي تستطيع تنزيله وحرقه على سي دي خاص بذلك كي تقوم بالإقلاع عن طريق السواقة به إذن بداية ندخل إلى برنامج نورتونغوست كما نشاهد أخواني لدي إصدارات عديدة من برنامج نورتونغوست غوست وث يو اس بي غوست وث سكازي عن طريق عدة أمور أنا لا يهمني كل ذلك أنا يهمني أمر واحد فقط هو غوست نورمال غوست نورمال الإقلاع بغوست العادي مجرد الدخول إلي أقلع البرنامج نورتونغوست وأعطاني هذه الرسالة التي بها إشارة أوكي وطبعا أنا أستطيع التحكم إما بالماوس وإما بالأزرار الكيبورد نضغط أوكي بالإنتر كما نلاحظ هنا عندي عدة خيارات سوف أتطرق إلى الأهم إلى الأهم والأسهل لكي للمستخدمين العاديين يكون الشرح بسيط عن طريق زر لوكل عن طريق زر لوكل كما نشاهد لدي خيارين خيار ديسك أي أن أقوم بعمل إميج كامل أو نسخة احتياطية كاملة للهارد ديسك بأكمله سي ودي وإي كما هو أو بارتشن عن طريق أخذ نسخة احتياطية للسي فقط أو للدي فقط أحدهم يقول أنا أريد أن أخذ نسخة احتياطية فقط للدي ليس عليها نظام ولكن عليها معلومات هامة جداً أريد أن أخذ هذه النسخة الاحتياطية وأضعها بقسم آخر وبالتالي لا يستطيع أحد رؤية هذه المعلومات طيب إذن ديسك كما تكلمنا أستطيع أخذ نسخة عن طريق عبارة To Image وفي حالة أريد فرد هذه النسخة الاحتياطية استعادتها نضغط على From Image يعني من Image طيب الخيارات جداً متشابهة ولكن أنا سوف أشرح تحديداً على بارتشن طبعاً أحببت أن أؤكد على قضية تشيك هذه التشيك أستطيع أن أشيك يعني أتأكد من صحة الامج التي قمت بأخذ نسخة عنها أنا لست بحاجة لها الآن إذن بارتشن من خيار To Image أريد أن أأخذ نسخة احتياطية للقطاع C To Image كما نلاحظ سوف يقول لي لديك قرص واحد وهو 80 جيجا لدي طيب إن كان عندي قرصين سوف يعطيني خيارين لديك القرص الأول والقرص الثاني القرص الثالث إذا عفواً وهنا لا أقول بارتشن أقسام أقسام داخل القرص الواحد لا الهارد الكامل هنا لديه هارد واحد فقط على الجهاز الكمبيوتر بالضغط على زر OK كما نلاحظ أعطاني القطاعات جميعاً أو البارتشينات الموجودة لدي كما نلاحظ البارتشن الأول عادة وأنا لديه هنا ويندوز 7 البارتشن الأول عادة يأتي بمساحة 100 ميجا بايت وهو خاص بويندوز 7 يقوم بتبطيعه هو إذا ليس هو عليه ويندوز الويندوز عادة يكون هو بالبارتشن الثاني الذي يتم تنزيل الويندوز 7 عليه وكما نلاحظ وهو للتأكد أيضاً من داخل ويندوز أنت تستطيع أن تتأكد من اسم السواقة أو اسم السي إذا كنت قد قمت بتسميتي البعض يسموه سيستيم وتتأكد أيضاً من حجمه هنا الحجم بديه 40 جيجا وهنا لدي D إذن أنا أريد أخذ نسخة احتياطية فقط للسي أقوم بالتعليم عليها وتجسبح لونه أزرق بمجرد الضغط على زر أوكي سوف يعطيني كما في ويندوز كما سوف أقوم بحفظ ملف وورد مثلاً أو ما إلى هناك سوف يقول لي أين تريد حفظها كما نلاحظ القطاع الثالث هو 1.3 اللي هو D كما شاهدنا قبل قليل أدخل إلى D وأقوم بتسمية هذه النسخة الاحتياطية SYS مثلاً 2017 نظام 2017 إذن سوف أسميها هكذا وبإمكانك تسميتي تسميات أخرى ويندوز إكس بي فرضاً تاريخ اليوم أو ما إلى هناك الأمر يتعلق بك بالضغط على زر Save أصبحت الآن النسخة الاحتياطية جاهزة لكي يبدأ تسجيلها على القطاع D وسوف تأخذ مساحة هذه المساحة بإمكانك ضغطها إما عن طريق No أنت لا تريد الضغط أبداً مساحة C كما هي وللملاحظة 40 جيجا ليستوا كما هم سوف ينزلون على D لا فقط الملفات الموجودة على 40 جيجا يعني مثلاً الويندوز السبعة هنا يأخذ لديه منفرض 12 جيجا من السي هذه فقط 12 جيجا سوف يتم أخذ النسخة الاحتياطية لها إذن No بدون ضغط إذن 12 جيجا كما هم سوف ينزلون Fast متوسط تقريباً ضغط متوسط أو أكثر من متوسط بقليل وأنا أفضلها دائماً ودائماً أستعمل لهذا الخيار Fast وهناك الضغط العالي الضغط العالي يعني مثلاً 12 جيجا سوف يصبحون 3 جيجا فقط أو 4 جيجا ضغط عالي لا أنصح بها كثيراً أنصح أكثر شيء بالFast الضغط السريع أو المتوسط بمجرد الضغط على Fast سوف يعطيني رسالة تحذيرية أنه سوف يبدأ الآن بأخذ الإميج أو النسخة الاحتياطية بمجرد الضغط على Yes كما نشاهد سوف يبدأ بعد الفايلات والملفات التي يقوم الآن بجعلها إميج Ghost على السواقة D طبعاً الآن برنامج الإميج يقوم الآن بإنشاء الإميج وهي الآن سوف تجهز بعد قليل لكي تكون جاهزة على الهارد ديسك أعود إليكم بعد قليل لأشرح لكم طريقة استعادة هذه الإميج في حال أصبح لدي عطب بالويندوز أحب أن أنبه لموضوع جداً جداً مهم هذا البرنامج يقوم بأخذ إميج عن الويندوز كما هو الآن يعني إن كان به فيروسات سوف تذهب هذه الفيروسات كما هي إن كان عليه برامج هو وبرامجه يعني عندما أقوم أنا باستعادة النسخة الاحتياطية هذه سوف يعود الويندوز كما هو مع البرامج جاهز وأنا عادة أستخدم هذه الطريقة مع الحواسب التي أقوم بالفورمات الجديد لها يعني أنا قمت اليوم بفورمات هذا الجهاز وتنصيب البرامج كاملة مع تعريف القطع وهو في حالة جيدة جداً 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 وهكذا أريده للويندوز أن يبقى بهذه الحالة أقوم بأخذ هذه النسخة الاحتياطية ووضعها على الدي في حال بعد فترة عبث به أطفال نزلوا عليه ألعاب أدت فلاشات بها فيروسات دخل أصبح النظام في حالة يرثلها أستطيع عن طريق هذه الاميج أن أقوم باستعادة النظام كاملاً على السي للملاحظة وللحذر عندما تقوم بفرد النسخة الاحتياطية التي بعد قليل سوف أقوم بها للملاحظة والحذر يجب أن تفرق سطح المكتب كاملاً والمستندات كاملاً من أي معلومات خاصة بك لأنها كلها سوف تذهب وسوف يعود النظام كما أخذت هذه النسخة الاحتياطية يعني إن كنت واضع ملفات وورد أو فيديو على سطح المكتب أو صور بالمستندات كلها سوف تذهب لأن استعادة النسخة الاحتياطية هي بمثابة الفورمات تماماً هي بمثابة الفورمات تماماً إذن كما نشاهد الآن هو الآن يقوم بأخذ النسخة الاحتياطية ننتظر قليلاً ونعود إليكم كما نشاهد أصدقائي لقد انتهى البرنامج من إعداد النسخة الاحتياطية وبالضغط على كونتينوان يتم الخروج طيب الآن لدي نسخة احتياطية أنا الآن وبعد فترة من الزمن أصبح هناك عطب بالويندوز أو مشكلة أو ما إلى هنالك وريد أن أفرد هذه المسخة الاحتياطية ما هي الطريقة؟ الطريقة بسيطة جداً بالبداية نقطع عن طريق النورتوم غوث كما نشاهد الـ Virgin 11 ومن ثم الدخول على Local كما تكلمنا سابقاً ومن ثم إلى Partition طبعاً إن كنت قد قمت بعمل مسخة احتياطية للهارد كاملاً على هارد آخر أقوم بالدخول إلى Disk From Image طيب أما إن قمت بالعمل مسخة احتياطية فقط لقطع واحد على الهارد ديسك الذي هو C أو D أو ما إلى هنالك أقوم بالدخول على Partition من Partition From Image إذن هنا To Image إذن عمل مسخة احتياطية وأضعها على الهارد الآن From Image من الامجة أريد أن أفرد الامجة أو أستعيد النسخة الاحتياطية التي قمت بها أضغط على From Image كما نشاهد أعطاني مباشرة أين موضع هذه الامجة أو هذه النسخة الاحتياطية التي كنت سابقاً قد أخذتها طبعاً أنا أكون قد أعرف أينها موجودة أو أقوم بالبحث عنها بغض النظر أنا وضعتها في الدي كما نشاهد سوف يكون لها شكل معين لا يقرأ هذا الشكل إلا برنامج Ghost حصراً لا يقرأ هذا الرمز وهذه الإيقونة إلا برنامج Ghost حصراً بالتعليم عليها مباشرةً سوف يأخذها ويقول لك فعلاً هذا الامج هو خاص بنورتونغ Ghost سوف يقول لي ما هو حجم القطاع أو ما هو القطاع الذي تم أخذ نسخة الاحتياطية له سابقاً موافق سوف يتم فرض هذه النسخة الاحتياطية على الهارد لـ 80 جيجا المتصل إن كان لديه هارد آخر سوف يظهر لديه هنا سوف تضغط على أوك نلاحظ ملحوظة مهمة جداً أن القطاع الذي لديه الإميج الذي عليه النسخة الاحتياطية يصبح لونه أحمر أي أنك لا تستطيع فرد هذه الإميج على نفس القطاع الموجودة عليه أنا قمت بالنسخة الاحتياطية على السواقة D أنا لا أستطيع أن أفرد هذه النسخة الاحتياطية على D نفسها أستطيع أن أفردها على C على E على أي قطاع آخر ولكن على القطاع أو القرص أو عفواً البرتشن الذي عليه نفس النسخة الاحتياطية لا يمكن أن أفرد عليه إذن أختار قطاع C تماماً الذي أريد الفرد عليه وبمجرد الضغط على زر أوك سوف يبدأ فرد النسخة الاحتياطية سوف يبدأ فرد النسخة الاحتياطية أخواني كما شاهدنا وطبعاً للملحوظة بعد الفرد سوف يعطيك رسالة أنه تمت العملية بنجاح هل تريد الخروج من البرنامج تخرج من البرنامج وينتهي الأمر كلياً أخواني هذه أهم أهم الأوبشين الموجودة في برنامج نورتون غوست الإصدار إذاعش وهو برنامج مهم جداً لأخذ النسخ الاحتياطية أصدقائي إن أعجبكم الموضوع وأحببتم الرجاء مشاركته مع أصدقائكم المهتمين وإلى لقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول